السلام عليكم وحشان يا جماعة النهاردة هنامن مع بعض اكلة ما حصلتش غالية جدا جدا وكلنا بنحبها وكتير منكم بيسألوني عنها خاصة اللي موجودين معايا هنا لان النوع ده من الاسماك اللي هنشتغل عليه بيبقى غالي شوية فتعالوا شوفوا زي تعمليه في البيت بجودة عالية وتقديم كويس هنجيب اللي هو السمك السلمون اللي بدون جلد او سكين يعني عشان مخلق خالص ما يكونش فيه شو بمكشور ان هو مفوش اي شوكة هاخد جزء صغير لاني انا جايبة كطعة كبيرة السمكية دي حوت فانا جايبة النص فانا هاخد الجزء اللي هو الاخير وهاشتغل عليه بالطريقة اللي هتشوفوها معايا بالزبط كده هاخد الجزء ده ده نفه يديك كمية كبيرة لو انتش عندك عزومة او عندك حد او عايزة تعملي وتحفظي في التلاجة مفيش مشكلة استخدمي الطريقة اللي انا هعملها وعمل اللي ينسبك من الكميات اللي هي تقدري عليها هافوا يا جماعة هنزل هنا بعمك سكر اللي هو السكر الابيض بتاعنا العادي بنحطه في العصاير والشاي والحركات دي و هغلي في الوش على الجنبين بسيط مش هديها يعني كوباية سكر هقولك المقادير السكر اللي هتحطيها بالزبط على الميزان يعني نص كيلو من السلمون هتستخدمي قدقي عليها سكر و قدقي عليها ملح عملنا الطريق دي اكتر من مرة و قررناها بطرق مختلفة عشان التجديد و كمان يعني ما نزهقش من الاكل هنا بعد ما نزلتي بالسكر نزلت عليه بالملح و هبتدي اعمله لك زي مساج هبتدي يعني بصوابع كده ادخل الملح مع السكر جوه انسجة السمكة يعني هامل مساج لها من ناحيتين من الاتجاه ده و الاتجاه ده تقدري هنا تحطي معلقة زيت زيتون اذا حبيتي بس انا في الموضوع ده محطتش اتأكد ان انا بعد ما غلفتها هبتدي احفظها بالطريقة اللي انتو هتشوفها معي عايز اقول صحيح لا اول مرة بتزوروا القناة و عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتحطوا لايك وتابعوني على قناتي التانية و صفحتي على الفيس هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف حين هجيب ورق الزبدة مهم قوي ورق الزبدة ولازم تأكد ان كنت اقفلتها كويس هحطها بعد ما ملحتها و حطيت عليها السكر و انت عملت لها المساج اللي انتو شفتوه هقفل الورقة من كل الجناب عشان لو نزلت اي مية او لو انا حط عليها زيت ما تنزلش وبعدين تخلي ريحات التلاجة سالمون و اروح مداخلها في زيب لك جاستن كيس عشان ابقى في الامان و ادخلها التلاجة بتقعد يوم كامل جوه التلاجة عشان تاخدي النتيجة حلوة اوي اوي تات سيت بوسي دان كده بتخليها زي ما قلت لو حابة تحطي زيت زيتون حطي في الوصفات اللي غير كده انا بحطي زيت زيتون هنا بقى بعد يوم كامل طلعتها ده شكلها حلوة اوي و مجرد انك تضغطي عليها في صابع كده تليها فصاصة معاك يعني شربت الملح مع السكر اللي احنا حطناه مديه طعمي حلوة اوي طعمي السالمون جميل و نضيف حقيه تبارك الله كنت مبسوطة بها جدا اي نوع من الخبز اللي موجودة عندك هتستخدمي عشان تقدمي عليه السمك اللي عملناه مع بعض هقطع الخبز اللي عندي شريحة مانا الخبز بطرق كتير قوي هسيب لكوا الطرق الخبز جوه سندوق الوصف عشان الناس اللي تحب ترجع لها هنا ممكن احط اي حاجة ممكن احط زيت زيتون برضو بعد محمص العيش بس العيش انا محمصتوش عشان كان لسه فرش و ممكن احط زبدة و ممكن احط سلطة القصص المايونيز و اروح حط بقى طبقات السالمون الجميلة بعد ما قطعتها عشرايح و رفيعة جبت السكينة رفيعة خالص وبتديت اقطع عشرايح و اوزع عليها هنا انا مجهزة مربع او الهوى جالي للتين عشان يبقى حلو اوي التين مع اسمه الفكهة التين مع المربة التين مع الهوى الفكهة بتاعت السيف اي ان كانت بقى عينا بتشيري المتواجد فراولة بتدي طعم سويت مع السور اللي هو المايونيز مع السالمون مملح حلو قوي عايزة اقول اعملو قدمو حلو قوي في المناسبات في الخروج في اللانش باكس ما بيعملش ريحة انك انت مثلا تقولي لو هحطه في اللانش باكس ليه و انا في الشغل او هديلي جزء في الشغل هيعمل ريحة لا اهقولك هيكله منك و انت في الشغل لان اللي يشوفه ما اقدرش يقومه هنا كنت جاي بقالب حلو قوي من الجبنة الجميلة قوي لحبيبتي ماي فيبرد و هبتدي بقى اهد جزء منها و احطه و برضو اهوزع على باقي الخبز بحيث ان احط جزء من الجبن و جزء من هو المربع يعني اكل خواجاتي خواجاتي يعني نقلت الاسم ايه الاكلة دي تنقلك من مكان لما كان عايزة اولي يعني هي عشق ما بيتزاوي دي ش هو تعمى ميحل يا قويdi يعني لما تكليل الاخام سمعي الحاجاتي اللي عملناه كلها مع بعض بتحس كده باي اه انك يعني مبسوتة جداً حقيقي هان برضو هياخد جزء من المربع عفواً لو السوت تمعتو عشان انا فتح gideي الشبابيك بتاعة البيض وهوزحها بقى بالشكل اللي انتم شايفينه بالزبط هجيب اي حاجة عندي شكلها حلو عشان اقدمها وحطيت بقى فو هحطي اللي هي الجبن وهوزح العنب تقدر تحطي تين تقدر تحطي فراولة تقدر تحطي تشيري وتحطي شرايح اللمون اذا حبه هنا بعد ما بتقطعي اللي هو شرايح السلمون بتضيفي عليها عصير اللمون من فوق يعني بتبقي عصرة عليها اللمون عشان بتدي طعم حلو قوي قوي ودي شرايح اللمون عشان كل ما تغدي كده يعني شريحة من الخبز والحلو قوي 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 اللي هو الشبت لما بتغدي ورقة من الشبت تضيفيها من فوق بتدي نكا ما حصلتش الشبت مع السلمون حلو اوي 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 هجيبي نص كيلو من السلمون هتغدي تلت كوبية من السكر ومعلقتين ونص من الملح وتبتدي توزعي من الكمية دي على الناحيتين من السمكة حابة تحطي زيت زتون تحطي معلقتين زيت زتون وتعملي مساج لها بالطريقة انت شوفتها جوه الوصفة بتاعتنا وتغلي فيها جوه ورق الزبدة بصو شكله حلو او ازاي خطير 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 اكل ما حصلش غالي اوي 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 يعني اسمع ايه التشطي بحلو السمك جميل اوي الطعم حلو اوي مستوي جميل بياخد ديون كامل جوه التلاجة ممكن تعمل كتير بيقعد حوالي اصبوع المهم انك انت من لو هت يعني هتسبيه في التلاجة كتير ما تمسكوش باديكي خليك لابسك لابزة عشان تحافظي عليه عشان ما يعملش طبعة تمام بصو شكله عامل ازاي برضو نقدر نستخدم زيت زيتون رش رشة حلو اوي اوي عايز اقول ايعملوه موفر جدا عايز اقول ان كتير اوي اوي من اللي موجودين معايا هنا عملوه وتبارك الله عجبهم جدا يعني تقدار تقولي عليه بديل الرنجة بديل الملوحة بتحكو الفيسيخ الحاجات اللي هي الملحة اوي اوي بتبقى يعني مش قدي كده صحية فده طريقة نظيفة انت عاملها في البيت وكمان موفرة وصحية وجميلة ويعني انا بحبها وعملتها كتر من مرة وزبطت اوي معايا وكل اللي عملها عجبته انشو يا جماعة اشتركوا في القناة